من جديد يوجه فيروس كورونا ضربة للعالم من خلال متحوره المتطور أوميكرون بعد أن انطلق الفيروس من الصين ليجبر العالم على الإغلاق يأتي متحوره الجديد من جنوب إفريقيا ليدخل العالم في دائرة مفاضلة بين الاقتصاد والصحة البداية جاءت من المغرب حيث حذرت جميع رحلات الركاب الوافدة إليها ليلحق بها عدد من الدول الغربية والعربية حتى وصل الأمر إلى شبح إغلاق كامل كذلك الذي شهده العالم مع بدايات كورونا هذه المخاوف تأتي وفق تصريحات منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أن الخطورة التي يمثلها متحور أوميكرون السريع الانتشار لا تزال عالية جدا كل ذلك قبل أن تصدر دراسة صغيرة جديدة لتثبت بعض الأمل حول مستقبل كورونا ومتحوراته وتؤكد أن أوميكرون ورغم سرعة انتشاره يعد الأقل خطورة بحسب المعطيات حتى الآن بل وقد يسبب مناعة ضد متغيرات أكثر خطرة فبحسب الدراسة التي أجراها معهد الأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا فإن المصابين بالمتحور أوميكرون سيكونون قادرين على تحييد المرض في المستقبل وتعزيز المناعة وعلى الرغم من أن بريطانيا سجلت أرقاما قياسية بالإصابة بأوميكرون خلال الأيام الماضية إلا أن المرض يبدو أقل حدة ويقضي الكثير من الناس فترة قصيرة نسبية في المستشفى وبرغم التحذيرات وقرارات الإغلاق التي يتخذها الكثير من دول العالم لمواجهة المتحور الجديد إلا أن الأمل قائم بخروج العالم من الدوامة التي دخل فيها منذ عامين وبين جرعة ثالثة فاعلة في مقاومة المتحور الجديد وبين عدم جدوى اللقاح بالأساس في مقاومته يبقى السؤال الكبير لماذا تظل التناقضات هي سيدة الموقف فيما يتعلق بالفيروس الذي أنهك العالم؟ ترجمة نانسي قنقر